اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هما يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشهد زيارة للولايات المتحدة تتواصل الى الاربعاء القادم بدعوة من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقد التقل اثنين رئيس الحكومة بوزير الدفاع الامريكي في مقر وزارة الدفاع الامريكي البنتاجون حيث اكد التزام تونس بمواصلة الحرب ضد الارهاب التعاون الامني بين تونس والولايات المتحدة الامريكية محور مهم في اول لقاءات رئيس الحكومة يوسف الشهد بمسؤولي الادارة الامريكية الجديدة في واشنطن من خلال محادثات مع وزير الدفاع الامريكي الذي نوها بجهود حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة الفساد واكد مواصلة التعاون والتنسيق لا سيما في مواجهة الارهاب نشكركم على الجهود التي تقومون بها من اجل محاربة داعش الارهابي وتعاونكم ضن المؤسسات الدولية من اجل مكافحة هذا الارهاب التصريح وزير الدفاع الامريكي قال عنه رئيس الحكومة انه يبعث برسائل ايجابية في العلاقات التونسية الامريكية كما انه يمثل دعما جديدا للتجربة الديمقراطية في تونس اكدنا لهم انه معناها اليوم اي تخفيذ للمساعدات تجاه تونس هو رسالة غير ايجابية للمنظمات الارهابية وهناك تفاهم كبير كما اجرى يوسف الشاهد لقاءا بوزير الخزانة الامريكي بحث تطوير شركة الاقتصادية بين البلدين هناك اهتمام بجانب الاقتصاد التونسي بالتجربة التونسية عموما من طرف الخزانة الامريكية اكدوا على ضرورة دعم تونس موصل دعم تونس لتكون التجربة الديمقراطية هذه تدخل نهائيا في الدول المتقدمة والديمقراطية بعد النجاح في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي المتابعون لزيارة يوسف الشاهد هنا في واشنطن يعتبرونها مهمة في سياق اقليميا ودوليا شديد التحول زيارة معالي رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الى العاصمة الامريكية واشنطن هي زيارة همة لانها تستكمل البرنامج الذي وضعته ادارة ترامب في اللقاء مع القادة والزعماء العرب وتأتي ايضا مع تجدد اهمية الشمال الافريقي للإدارة الامريكية لقاءات منتظرة لرئيس الحكومة مع مسؤولين امريكيين تبحث جوانب اخرى في العلاقات التونسية الامريكية والهدف فتح اثاق لتعاون اكثر عمقا واكثر متانة لقاءات وتصريحات من واشنطن عكست رغبة تونسية امريكية مشتركة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بعلاقات تمتد لاكثر من قرنين من الزمن نعيمة عبدالله التلفز التونسية واشنطن اعلنت المفوضية الاوروبية موافقتها لمنح تونس قرضا بقيمة 100 مليون اورو اي ما معدل 278 مليون دينار بحسب بلاغ صدر عنها الاثنين ويمثل هذا القرض القصة الثالث والاخير في برنامج المساندة في التمويل الكلي المسندي من المفوضية لفائدة تونس منذ سنة 2014 والبلغ قيمته 300 مليون اورو اي ما يوازي 836 مليون دينار ويهدف البرنامج الذي يندرج في اطار الجهود المبذولة من المفوضية الاوروبية الى مساعدة تونس على معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها وتحقيق انتعاشة اقتصادية وتجاوز عكسات عدم الاستقرار السياسي وفق نص البلاغ وفي الشأن التربوي اعلنت وزارة التربية ان سنة الدراسية او المدرسية القادمة ستنطلق في الخامس عشر من سبتمبر 2017 وستحافظ على نظام السوداسيتين وفق المصدر ذاته وستشهد توحيدا في العطل المدرسية والجامعية اصدرت وزارة التربية رزنم المدرسية للسنة القادمة والتي ستنطلق في الخامس عشر من سبتمبر وتمتد الى غاية الثلاثين من جوان ثمانية عشر والفين وستحافظ وزارة التربية خلال السنة القادمة على نظام السوداسيتين حيث سيمتد السوداسي الاول من الخامس عشر من سبتمبر الى غاية الرابع من فيفري القادم بينما يتواصل السوداسي الثاني من الخامس من فيفري إلى حدود الثلاثين من جوان ثمانية عشر وألفين وتفصل بين السوداسيتين عطلة بأسبوع واحد تمتد من التاسع والعشرين من جانفي إلى غاية الرابع من فيفري من السنة القادمة وتتخلل السوداسية الأول عطلة ثاني الأولى تمتد لأسبوع من الثلاثين من شهر أكتوبر إلى الخامس من شهر نوفمبر والعطلة الثانية بأسبوعين من الثامن عشر إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر في حين تتخلل السوداسية الثاني عطلتان بأسبوع لكل منهما تنطلق الأولى في التاسع عشر من مارس لتنتهي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته وتتواصل العطلة الثانية من الثلاثين من أفريل إلى حدود السادس من ماي من السنة نفسها وهذه الرزنامة المدرسية كانت استنادا إلى أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بالزمن المدرسي وتأتي وفق وزارة التربية إثر تدقيق في العطلة المدرسية للسنة الدراسية القادمة وذلك لتجاوز نقائس السلة الماضية وخاصة على مستوى هدم الانسجام الزمني بين العطلة المدرسية والجميعية أخبارنا الدولية نبدوها من آخر التطورات في العراق حيث أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء المعركة في مدينة الموصل والانتصار على تنظيم داعش الإرهابي فيما أكد التحالف الدولي أن خسارة الموصل تشكل ضربة حاسمة لداعش بعد تسعة أشهر من المعارك الشرسة في مدينة الموصل أعلن رئيس المزراء العراقي حيدر العبادي رسميا للإثنين النصر على تنظيم داعش الإرهابي في المدينة مشيدا بجهود القوات العراقية والتحالف الدولي وحذر العبادي في الوقت نفسه من أن التحديات لم تنتهي بعد أيها العراقيون انتصارنا اليوم هو انتصار على الظلام وانتصار على الوحشية والإرهاب وأعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل ثلاثة سنوات وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم استطعنا والحمد لله أن نحقق اليوم هذا الانتصار على هذه الدولة اللئيمة القاتلة وإلى مزملة التأريخ وفي أول رد فعل على هذه الخطوة اعتبر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن خسارة الموصل تشكل ضربة حاسمة ضد داعش غير أنها لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين فقد قال قائد عمليات التحالف الجنرال ستيفن تاونسون في بيان أن هذا الانتصار وحده لا يقضي على التنظيم الإرهابي وما زال القتال صعب معه لكن خساراته في الموصل تشكل ضربة حاسمة ومن جهته هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق على هسيمة تنظيم داعش في الموصل ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله إن أيام التنظيم باتت معدودة وإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل السعي القضاء عليه نهائيا وفي سيق متصل بردود الفعل رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراس باستعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي باعتبارها خطوة هامة في مكافحة الإرهابي والتطرف العنيف مؤكداً وقوف المنظمة الأممية بجانب حكومة العراق في المهام التي تنتظرها من تهيئة الظروف اللازمة لعودة المجتمعات المشردة عودة طوعية وآمنة وكريمة واستعادة سيادة القانون في المناطق المحررة ومنع العودة إلى العنف وتعزيز المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة وأشهد جوتيراس بشجاعة الشعب والحكومة العراقيين وتصميمهما ومثابرتهما عبرت الكويت والولايات المتحدة وبريطاني الأثنين عن عميق القلق إزاء استمرار أزمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر ودعت إلى سرعة احتوائها من خلال الحوار جاء ذلك عقب اجتماع عقده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجي الكويتي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مساء الأثنين في الكويت وناشدت الدول الثلاث كفة الأطراف سرعة احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار بدأ المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في جونيف جولة جديدة من محادثة السلام السورية وذلك بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار جنوب سوريا في الأثناء تسعى موسكو لمزيد من التعاون مع واشنطن لحل الأزمة السورية بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بدأت جولة جديدة من محادثة السلام السورية في جونيف اتفاق قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إن أمامه فرصة جيدة للنجاح مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقات تخلق دوما فترة للتكيف محذرا من أنها يجب أن تكون فترة انتقالية وتتجنب التقسيم ديمستورا قال أيضا إن مناقشات تجرى في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بوساطة أمريكية روسية وهو أول جهد من جانب الإدارة الأمريكية في ظل الرئيس دونالد ترامب ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار الذي يغطي ثلاث محافظات في جنوب سوريا أولى نتيجة ملموسة للتعاون بين واشنطن وموسكو التي أعلن وزير خارجيتها سرقيل افروف اليوم أنها تسعى لمزيد من الفرص للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وأعلن لفروف خلال مؤتمر صحفي أن موسكو على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية وتأمل في التواصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار في أجزاء أخرى من سوريا في الأثناء من المنتظر تواصل محادثات السلام السورية غير المباشرة في جنوب برعاية أممية أربعة أيام أخرى وستسق في توقعات لا يتجاوز نتائج المحادثات السابقة بين الفرقاء السوريين في جناف أو أستانا ختم النشر المشاهدين وهذا تذكير بأبرز عنو منها رئيس الحكومة يجدد من واشنطن تاكيد التزام تونس بمواصلة الحرب على الإرهاب وتاكيد أمريكي على تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تونس أعلان الرزنام المدرسية لسنة الدراسية سبع عشرة والفين ثماني عشرة والفين وتوحيد العطل المدرسية والجميعية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن رسميا النصر على تنظيم إداعش الإرهابي في الموصل وتحريرها بالكامل من قبضته ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعته هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية تونسيا تيفي نقطة أن شكرا على المتابعة والاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة